اهلا بكم المشاهدين والمشاهدات العزاء نظمت مؤسسة سند للبنية التحتية التنظيمية في المجتمع العربي وللعام الثالث على التوالي نظمت مؤتمر المبادرة الاجتماعية في المجتمع العربي وذلك في كلية بيت بيرد تناول المؤتمر الذي عقد وسط الأزمات وحالات الطوارئ المتعددة التي تشهدها البلاد منذ عام 2020 مسألة تمكين المجتمعات المحلية المنظمة كأداة أساسية لقيادة الحلول الاجتماعية وبناء حصانة مجتمعية وشارك في المؤتمر مجموعة متنوعة من القيادات في المجتمع العربي من مؤسسات حكومية، سلطات محلية، جمعيات، صناديق داعمة ومن القطاع الخاص ومن مختصين من مختلف المجالات للحديث عن هذا المؤتمر وعن نشاطات مؤسسة سند نرحب بضيفنا في الأستوديو عبيدة أبو أصبي وهو مدير عام المؤسسة مؤسسة سند، مساء الخير مساء الخير، أهلا بك أستاذ شحالي مساء الخير لجميع المشاهدين أولا بداية نحدثنا عن مؤسسة سند ما نقصد مؤسسة سند، ولماذا هذا الاسم بالذات؟ سند من اسمها ماذا؟ هي مؤسسة بنية تحتية تنظيمية الهدف منها أنها تساند وأنها تدعم المجتمع العربي بشكل نوعي، بشكل قليلا نسميه غير تقليدي بالمفهوم الاستراتيجي تبع الدعم اللي بميز سند أنها كمؤسسة ما بتشتغل مع أفراد المجتمع بشكل مباشر هي بتشتغل على تمكين آليات ومنظومات تمكين الاجتماعي مثل الجمعيات، مثل المجتمعات المنظمة مثل المجموعات الجماهرية الفاعلة داخل البلدات وحتى الأجسام والسلطات المحلية كمان بنعطيهم مرافقة بمواضيع عدة اللي بتمكن الأجسام الفاعلة داخل المجتمع إنها تقدم خدمات بشكل أحسن لمجتمعنا وإنها تساهم بشكل أفضل في تطوير المجتمع العربي لأننا نقام إنه تمكين المجتمع بيكون من خلال تمكين مؤسساته ومن خلال تمكين الفاعلين فيه والعاملين على تحسينه كم عمر هذه المؤسسة؟ متى بدأت عملها؟ سند اتأسست في 2012 لكنها تسجلت رسميا في 2014 فخلينا نقول عمرها الرسمي هو عشر سنين وكان المؤتمر السنين هو عمليا عرض لنشاط المؤسسة التراكمة لمدة عشر سنوات اللي إحنا من خلال أطلقنا دليل بناء المجتمعات المنظمة اللي من خلاله كمان وثقنا تجربة سند وشاركنا فيها من خلال هذا الدليل داخل المؤتمر ومن خلال المؤتمر كمان المعرفة والتجربة العملية اللي المؤسسة غدرت على خلال هاي الفترة إنها تتحدث عن قضية كل المؤسسات إنها تقدم خدمة للمجتمع العربي أو إنها تطور من فعليتها على أرض الواقع ترجم ليها بكلمات على أرض الواقع شو بتكم من هذه المؤسسات السلطات المحلية مثلا مش فقط وإنما باقي الجهات اللي أنت بتتعاملوا معها صحيح صحيح الإيماننا إنه تمكين الجمعيات والمؤسسات يعني إحنا كمجتمع عربي بالداخل كأكلية بنواجه كثير تحديات بنواجه كثير تحديات اجتماعية خلينا نقول على التحديات الاجتماعية أو الاقتصادية بنواجه تحديات في موضوع العنف المستشري اليوم في مجتمعنا للأسف بنواجه تحديات اللي بتخص تأثير الأزمات المتتالية من كورونا بالألفين وعشرين لحديث الحرب والتأثيرها اللي موجود يعني إحنا للأسف الأزمات يعني كاعدة كل ما عبالها بتتزايد وبتتعاقب فعمليا إحنا كمجتمع عربي بنقام إنه إحنا لازم نفكر مش بس 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 سد الفجوات الفورية الاحتياجية إنه أنا هسا في عندي شخص أو مجموعة اللي أنا بدي أساعدها أو بدي أوزع مثلا مساعدات أو كذا مع إنه هذه الأمور كلياتها أمور مهمة إحنا ما بنقول إنه هاي أمور جدا جدا مهمة ولكن بس لازم الجهود تبعتنا تكون متوازية تمام يعني إحنا وظيفتنا إنه إحنا كمؤسسة سند إنه نساعد بقية المؤسسات اللي بتقوم على هذه الحملات من حملات التوعية لحملات المساعدات لحملات بناء مجموعات المتطوعين داخل البلدات العربية لا السلطات المحلية العربية اللي عم بتحاول بكل جهدها إنها تبني الكوادر البشرية وتحصل على الميزانيات حتى إنه بالتالي إحنا هدفنا الميزانية هي مش الهدف تمام إحنا هدفنا بالآخر إنه نحول هذه الموارد والميزانيات لفعاليات لنشاطات حقيقية على أرض الواقع من خلال مرافقة الأجسام اللي إحنا بنشره معهم جملة مهمة إنه مش فقط قضية تسد الفجوات العينية وإنما تطوير هذا العمل فيها هل تشعر بأن المؤسسات اللي إنتوا شركاء معهم سلطات محلية جمعيات وغيرها من المؤسسات تغير لديها شيء إلى الأفضل في السنوات الأخيرة أداءها تحسن مقرنة بمكان في الصابت يعني تشعر؟ خلينا إذا بدي أركز بمؤتمر المبادرة الاجتماعية المفهوم الإسم تبع المبادرة الاجتماعية اليوم إحنا بلشنا نسمعه المؤتمر صار له من سنة 2022 كل سنة بتعمله؟ بشكل سنوي يعني حتى السنة الماضية كان المؤتمر على عدة مقاعد كان على عدة يعني مراحل مش مرحلة وحدة في كل سنة إحنا بنعمله بطريقة مختلفة اللي بتغيره اللي هي بتلائم الظروف اللي المجتمعنا موجود فيها والاحتياجات اللي موجودة بس خلينا نأخذ المصطلح كمصطلح المبادرة الاجتماعية اليوم بلشنا نسمعه بشكل منتشر أكثر كنا سابقا نسمع مصطلح التطوع كثير اللي هو جدا جدا مهم ونحن نعرف كمي موضوع التطوع جدا مهم بعدين صرنا نسمع مثلا موضوع مصطلح التداخل الاجتماعي اللي هو خلينا نكون بيأتي مستوى شوي أعلى من التطوع مؤسسة سند غدرت تحط تجيب مستوى ثالث اللي هو مستوى مش بس أني أنا أكون متطوع ومتداخل اجتماعيا أني أنا أكون مبادر أنك إنت تقت الخطوة أني أنا أفكر من البداية بمجتمعي شو هو بحاجة شو المشاكل اللي موجودة فيه كيف أنا بقدر أحل هاي المشاكل شو أنا بحاجة لموارد وعلاقات ولتشبيك ولأمور وكيف أقدر أتنظم بداخل الإطار المحلي في بلدي مع مجموعات ومع فاعلين آخرين عشان نحل هذه المشاكل بشكل عملي شاهدنا على الشاشة مقاطع أو مشاهد من المؤتمر رضاك عنه كمدير المؤتمر كان ممتاز جدا حضور كان نوعي تواجد فيه كثير رؤساء سلطات محلية وأجسام فاعلة في داخل السلطات المحلية مدراء جمعيات ممثلي صناديق خيرية فاعلين وناشطين اجتماعيين وتواجدت فيه كمان كل شبكة المجتمعات المنظمة وهذه نقطة جدا مهمة شبكة المجتمعات المنظمة شبكة المجتمعات المنظمة هي عمليا شبكة مؤسسة سند بنتها على مدار عدة سنوات اللي هي عبارة عن مجموعات ناشطين ومقادرين محليين من داخل البلدات العربية اللي بيشتغلوا بشكل جماعي بمرافقة خلينا نسميه تسهيل من قبل مؤسسة سند على سد الاحتياجات والفجوات المحلية وإيجاد أطر للشبيب والشباب إنهم يكونوا متفاعلين أكثر مع مجتمعهم وعلى إقامة نشاطات داخل البلدات فنحن موجودين في 16 بلد عربية في كل بلد في مجتمع منظم اللي عمليا كل موضوع المجتمعات المنظمة مؤسسة الرائدة في هذا الموضوع في المجتمع العربي إحنا كتبنا دليل كامل بخصوص كيفية مأسسة وإقامة ومرافقة مجتمعات منظمة فاعلة في داخل البلدات العربية الأول باللغة العربية على مستوى مش بس على مستوى الداخل على مستوى كل العالم العربي فالقصد في مجتمعات منظمة كيف حكينا إنه هي مجموعات من مبادريين اللي بجمعهم كواسم مشتركة من داخل البلدات العربية اللي بيشتغلوا على بشكل جماعي ومنظم على سد هذه الفجوات حكثت عن 16 بلد عربية أو مدينة أو بلدة اللي فيها هذه الشبكات هل تطمحون إلى زيادة هذا العدد؟ نعم، بس بقول الإشي برضو بالتوازي نعم ولكن نعم ولكن إحنا منطمح مش بس زيادة العدد إحنا منطمح على زيادة تأثير الشبكي النوعي ولذلك يأتينا اليوم كلنا اليوم في شبكة مجتمعات ب16 بلدي في كل مجتمع من هذه المجتمعات فيه بين 30 إلى 60 عضو فعال في كل بلد وبلد نجاح هذه الشبكة هل هو منطب مدى جاهزية السلطة المحلية مثلا للتعاون أو مدى استعداد الأهالي أو المؤسسات الشركة ما عامل النجاح فيها؟ هناك عامل نجاح على المستوى الداخلي نسميها على مستوى دعم المجموعة نفسها وفعلا شفنا في عدة سلطات محلية الدعم السلطة المحلية تعدى أنه يكون دعم مادي للمجموعة لدعم بتخصيص مكان في جسر الزركة وذكرنا هذا الأمر بالمؤتمر وتواجد رؤساء البلديات والمجالس المذكورة في جسر الزركة المجلس المحلي خصص مكان مهيئ للمجتمع المنظم في جلجولي وفي الطيري داخل المركز الجماهيري ونرى أكثر وأكثر في هذه الفترة نواجه كثيرا تحديات وكيف كل هذه المجموعات يميزها سريعة الاستجابة يعني هي ليس مثل المؤسسات فيها بيروكراطية عالية جدا وتحتاج لكثير وقت لكي تفاعلها فهي سريعة الاستجابة التي تعطي رد فعل سريع للإحتياجات المحلية الملحة وتستطيع تتعاون مع الأجسام ومع السلطة المحلية بقدر أفهم من حديثك أن وجود مثل هذه المجموعات هو بالذات ببرز أهميته في مثل هذه الفترة في فترات الطوارئ بزداد الحاجة لوجود مجموعات فاعلة من داخل المجتمع كيف كلنا لأنه كمان الاحتياجات تزيد وللأسف الجواب لهذه الاحتياجات من المؤسسات الرسمية يأخذ وقت ومرات كثيرة غير كافية فنقول برسالة مؤسس تسند أن كمجتمع عربي يجب أن نأخذ مسؤولية على واقعنا المحلة وعلى قيادة الحلول المحلية من يجب أن نأخذ هذه المسؤولية؟ هل هم رؤساء السلطات المحلية؟ هل هم مثلاً القادر المحليين؟ أعرف أعضاء المجالس؟ من عندما يجب أن نأخذ مسؤولية على حالنا؟ مسؤولية من؟ أنا أعتقد أن المسؤولية هنا جماعية نفعش أن نقول أن السلطة المحلية مسؤولة عن الأشياء ونفعش نقول بس الأهالي ونفعش نقول بس المعلمين فإحنا التوجه تبع سند والذي نعكس هذا الأشي نعكس من خلال شغلنا بشكل عام ولكن من خلال المؤتمر أننا بحاجة للقطاعات والفاعلين المختلفين كل واحد منا في مجاله أنه يكون في دوره النوعي الخاص في وظيفته وفي أداء مهمته سواء هو كان صاحب وظيفة وبالذات نركز ليس على أصحاب الأشخاص نحن كأفراد من المجتمع أننا لا نستنى أحد يقول لنا ما نفعل وأننا يجب أن نتحرك لا يجب أن نتحرك هذه هي بلدنا هذه عائلتنا فكل واحد مننا يجب أن يساهم بدوره اليوم شبكة المجتمعات في سند ونستطيع أن نرى التوسع الجغرافي أو أين موجودة هذه الشبكة من خلال صفحة سند أيضا هذه فرصة ندعي كل حدا من داخل البلدات التي يسمع رسالتنا وبالذات في البلدات التي نقول الشبكة متطورة فيها بشكل أكبر وأكبر فرصة أن يتوجه وينضم لأننا بحاجة كل شخص وكل حدا ممكن يساهم ويكون جزء من هذه المسيرة هذا هو جدا جدا مرحب فيه دليل بناء المجتمعات المنظمة ما هذا الدليل الذي حكيته عنه في المؤتمر؟ صحيح فدليل بناء المجتمعات المحلية المنظمة هو أول دليل كيف ذكرنا باللغة العربية في العالم العربي بموضوع ما يسمى المصطلح مجتمع منظم هو موازي لكلمة كهيلوت أو كوميونيتي اليوم نرى تحرك عالمي أكثر على موضوع الكوميونيتي باللغة العربية لا يوجد مصطلح عيني لكلمة كهيلوت هذه وظيفة مجمع اللغة العربية في حيفا لابد أن أقول لكم مصطلح صحيح فإحنا لكينا مصطلح مع المستشار الذي رافقنا بالكتابة وهذه فرصة نشكره الكاتب إياد برغوثي اللي هو كمان اشتغل على جمع المواد وتجربة سند وتكويتها وتعزيزها من خلال المراجع الأكاديمية ومن خلال كمان أمور ثانية مع المستشارة التنظيمية إسلام يحيا بإضافة للجنة توجيهية اللي عملياً اشتغلت بشكل جماعي على توجيه المضامين تبع الدليل وإحنا طلعنا عملياً بشكلنا المصطلح مجتمع منظم وفككنا لجزئيات الميم الجيم اللي بتشرح بالظبط كيف إحنا شو يعني مجتمع منظم وبتشرح كيف إحنا نشكل ونقوم على بناء هذه المجتمعات وكمان كيف إحنا من خلال إنتاج هذه المعرفة عملياً نقول إنه هذا الدليل هو عبارة هو عضو في جسم أكبر تبع مؤسسة سند اللي هي كمان فيها البرنامج الحاضن اللي عملياً كمان بلبة احتياجات أخرى يعني فيه الدليل اللي هو بعض المعرفة خلينا نسميها فيه الحاضن اللي فيها كل الدعم المادة والمرافقة والاستشارة وكل هذه الأمور اللي إحنا بنعطيها لشبكة المجتمعات وفيه كمان كل موضوع الأحداث تبع التشبيك وكيف إحنا بالتالي نسخر هذه الشبكة اللي موجودة عشان تخدم جمعيات ثانية تخدم مؤسسات ثانية تخدم السلطات المحلية تخدم الأجسام الفاعلة الهيئات الاقتمانية السلطات المحلية وتكون في هذا الدور وعملياً يكون التعاون نسميه المكمل نعم بدأ أشكرك جزيل الشكر عبيدة أبو عصبي ولكن قبل أن أنهي تحب توجه انتدعاية الشباب والناس وكل الشرائح المجتمعيين الباب مفتوح لإلهم تحب توجه كلمة قبل أن ننهي لحدة من المشاهدين أو المشاهدات أو شريحة من المشاهدين والمشاهدات أحب أوجه كلمة لسلطات المحلية العربية نحن بفترة جداً حرجة وكثير بنثني على دور السلطات المحلية والهيئات العاملة والأجسام العاملة داخل مجتمعنا سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الكطري لأننا كمجتمع عربي بحاجة أننا نتنظم ونتمأسس ونكوحها لنا من الداخل ومن داخل فرصة كل سلطات المحلية أن النشاط الذي لدينا في البلد أي متطوع أي شاب أي مجتمع منظم الذي موجود في داخل البلد العربية نحن يجب أن ندعمه وهنا سند كجسم كطري بكل هذا الشيء بشكل محايد هناك مجموعات ممتازة من الشباب ومن الطاقات موجودة عندنا داخل البلد بحاجة أن نعطيها قليلاً دعم نفسي قليلاً مساحة مساحة أن يعمل زائد قليلاً دعم عن جد هذه المجتمعات والمجموعات والشباب ما نشوف فيهم منافس بالعكس نشوف فيهم شريك اللي يساعدنا أن نقدي دورنا كسلطة محلية وبالعكس نشغل المجتمع والشباب بدلاً ما هي تكون مشغولة بالعنف وفي أمور ثانية نعطيها الأطور إنها تنتقل من القيادة السلبية خلينا نسميها للقيادة الاجتماعية الإيجابية لأنه بالتوجيه الصح وبالرؤية الصح تبعت رؤساء السلطات المحلية والقائمين عليها وأننا كثير إيمان في القيادات المحلية اللي موجودة في بلداتنا العربية إنها تعطي هذا الدعم وتمكن هذه المساحة وندعي هنا السلطات المحلية للتعاون مع مؤسسة سند كمؤسسة اللي عم تدعم هذه الأجسام عم تدعم هذه الجمعيات عم تدعم هذه الشباب وهذه الشبكة إنه إحنا نكون نقدر نكاتف بين هاي الجهود بين جهود السلطة المحلية أو الكطاعات المختلفة أو حتى رجال الأعمال بإننا إحنا ندعم شبكة المجتمعات ونقويها هذا الرسالة يجب أن تصل لكل رؤساء السلطات المحلية ومساعدهم ومستشاريهم شكراً لحضورك للستوديو كناتها صلى عبيدة أبو عصبي مدير عام مؤسس سند شكراً شكراً للك المشاهدون والمشاهدات العزاء سنخرج إلى فاصل بعد الفاصل سنتوقف مع موضوع مهم جداً عشية اليوم العالمي للسكري سيكون ضيفنا في الستوديو الدكتور عبدالهادي زعبي هو خصائي طب عائلة واستشاري سكري لدي الكثير ما يقولوا حول هذا المرض عشية يومه العالمي ابقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة